فين طبعاً أنه معسكر المنتخب الأولمبي بدأ بالفعل ومفترض أنه فيه لعيبة من الأهلي عندنا أحمد نبيل كوكا كريم دبيس حمزة علاء من بيراميز فيه إبراهيم عادل وفيه محمود صابر معرفش هل فيه حد تاني من بيراميز بس خلينا نتفق أنه محمود صابر كده كده ما بيشاركش مع بيراميز مش من اللعيبة الأساسية وكده كده المنتخب الأولمبي مش هيبقى محتاجه فيه أول مباراتين هيلعبهم في الأولمبياد عنده إيقاف بسبب طرده في مبارات المغرب فاينال أفريقي فبالتالي مش هشارك مع المنتخب في المباراتين هيلعبهم المنتخب في بداية مشهوره في الأولمبياد لكن القصة على إبراهيم عادل إبراهيم عادل اللعب أساسي لكنه أحد من اللعبين هنعمل كلم عن اللعيبة اللي تحت السن واللي نضمه لمعسكر المنتخب وطبعاً إدارة بيراميز شايفة أو تقدمت بالفعل بطلب لأنه إبراهيم عادل يخرج من معسكر منتخب مصر الأولمبي عشان يلعب مبارات الأهلي وبعد كده ينضم للبيع سمرة تانية على نفقة بيراميز يعني يسافر لأن المنتخب يسافر يوم الأربع أعتقد أو الخميس أعتقد الأربع هيسافر لفرنسا هيعمل معسكر الأول في نونت وبعد كده هيلعب مباراتين وديتين مباراة مع أوكرانيا هيسافر بكرة هيسافر بكرة بالليل بالظبط بكرة تمرينة أخيرة للمنتخب في القاهرة وبعد كده طيارة خاصة هتقلهم إن شاء الله لفرنسا هيروح معسكره ويبدأ معسكره في فرنسا هيكون عنده مباراتين وديتين واحدة مع أوكرانيا واحدة مع العراق أعتقد أوكرانيا يوم 14 العراق يوم 17 وبعد كده يروح يسافر لبردو عشان يبدأ بقى مشواره رسمي إن شاء الله أول مبارات المنتخب هتكون يوم 24 فهل القصة كلها اتحاد الكرة ودها المين؟ ودها لروجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي هل يسمح روجيرو ميكالي بخروج إبراهيم عادل وإنه يلعب المباراة وإنه يسافر بعيدا عن بعثة المنتخب الوطني ده قرار ميكالي وإذا تطبق دعا على إبراهيم عادل هل من الحق النادي الأهلي؟ أعتقد هكون من الحق النادي الأهلي إنه هو يطالب بالمثل إنه تبتكلم على يعني إذا كان حمزة علاء ممكن وكريم الدبيس ما كانوش بيشاركه بشكل أساسي لكن كوكا مثلا كان واحد من أهم لعابة النادي الأهلي الموسم ده وفي كتير من المطشاطة الكبيرة كان حاضر وكان رهان مارسل كولر عليه بشكل كبير فالفكرة إذا خرج الاثنين من المنتخب هل روجيرو ميكالي ممكن يوافع على ده من حيث المبدأ؟ ده اللي هتصفر عنه الساعات القادمة قبل طبعا صفر لأنه لو سفروا خلاص لو سفروا مع بعثة المنتخب الأوليمبي بكرة أو روجيرو ميكالي قال لك لا أنا متمسك بيهم وبرنامج المنتخب ومطشاطه الودية اللي هلعبها في فرنسا مع أوكرانيا والعراق يبقى خلاص الاثنين بر حسابات الأهلي وبيرامتس في مباراة الجمعة القادمة بمناسبة مشوارنا في الأوليمبياد وده كان يعني واحد من الحاجات اللي حابة بتكلم فيها معكم النهاردة المنتخب ده مظلوم إعلاميا مظلوم إعلاميا هو مظلوم على كل مستوية الحقيقة مش بس الألمين لكن في النهاية أنت بتكلم على مستقبل كرة في مصر وأنا بشوف أن فيه كتير من الولاد دول حتى في السن ده يعني مش هقولك السن على كسل عالم 26 لا بقولك حتى في سنهم ده نجوم كبار الحقيقة مع فرقهم منهم أحمد نبيل كوك منهم إبراهيم عادل منهم أسامة فيصل منهم مصطفى سعد ميسي منهم محمد شحات منهم محمود صابر منهم لعيبة كتير الحقيقة مش عايزة أنسى حد لكن فيه لعيبة كتير جدا كواليتي يعني نواة محترمة جدا لمنتخب مصر ويمكن حتى كابتن حسام حسن اتكلم في النقطة دي هو ضم قريدي قبل كده إبراهيم عادل وأحمد نبيل كوك لكن فيه لعيبة كتير جدا تحت المنظر زي ما بيقولوا هيتباحهم كابتن حسام وممكن جدا أنت عندك مواسكر منتخب مصر في سبتمبر يعني بعد نهاية الأولمبياد تقريبا بشهر من يوم اثنين ليوم عشر سبتمبر هيكون عندك بداية مشوارة منتخب في تصفيات أمم إفريقيا وممكن جدا جدا تلاقي من الأسماء اللعيبة دي لو تقلقوا وقدموا مصرات كويسة جدا في أولمبياد باريس ممكن منهم أسماء كتيرة جدا تكون موجودة مع منتخبنا الأول منهم على سبيل المثال حقيقة يمكن كابتن حسام تكلم على مصطفى سعد ميسي تكلم على حسام عبد المجيد تكلم على محمد حمدي تكلم على مغربي تكلم على أشحات أسامة فيصل وبالإضافة طبعا زي ما قلت لكم لابراهيم عادل وكوكا اللي ضموهم أساسا قبل كده كابتن حسام كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي وراهن على أنه كتير من العناصر دي إن شاء الله إذا كان كابتن حسام حسن مستمر في منصبه كمدير فني لمنتخبنا إن شاء الله حال تأهدنا لكس عالم أعتقد أنه منهم كتير قوي هيكونوا بيمثلوا قام أساسي لمنتخب مصر الأول عندنا الحقيقة كمان بمناسبة التحضيرات إحنا طبعا فيما يتعلق باللعيبة فوق السن خلاص تم الاستقرار على زيزو والنني والاتنين انضموا للمعسكر بتاع المنتخب والحقيقة يعني المعسكر أجواءه كويسة جدا روجيرو ميكالي مدير فني بواحد طبعا مدرسة برازيلية لها كل التأدير والاحترام اتنين متمرس في فكرة الألعاب الأولمبية وحصل على ميداليا دهب قبل كده في ريو دي جانيرو مع منتخب البرازيلي والأجواء مبشرة في حالة من حالات التفاؤل الود حالة إيجابية جواه ومعسكر المنتخب النني وزيزو شاركو في التدريبات ودخلوا في الأجواء يبتلون لعيبة كبار من حيث السن ومن حيث الخبرة وبالتالي نتمنى يكونوا إضافة ويندمجوا بشكل كبير مع لعيبة منتخب مصر الأولمبية وإن شاء الله يقدموا لنا حاجة مجموعاتنا مش صحبة قوي يعني باستثناء إسبانيا ما عندكش حد ممكن أوسباكستان بالمناسبة مش سهلة يعني 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 أي حد وصل الأولمبياد أكيد يعني منتخب مش مش جاي من بعيد بس في النهاية مقارنة بإسبانيا بشوف أنه فرصنا في مواجهة أوسباكستان والدومينيكان أعتقد فرصة محترمة جدا أو قوية جدا أروح مع حضراتكم لليورو هقف مع اليورو في أكتر من نقطة الحقيقة الحقيقة يمكن إحنا النهاردة منتكلم على سامي فاينال أولا البطولة الحقيقة من بدايةها قوية جدا ومنتخبات كتيرة جدا حتى كانت برى الحسابات قدمت مستويات محترمة بيكلمك على منتخبات زي جورجيا زي النمسا زي سلوفاكيا زي توركيا لكن في النهاية احنا بنتكلم على أربع منتخبات كبيرة وأربع مدارس وأربع شخصيات إلى حد كبير جدا مختلفة لما تبص على منتخب إنجلترا منتخب إسبانيا منتخب فرنسا ومنتخب هولندا هتلاقي أربع مدارس كروية مختلفة جدا النهاردة المواجهة الأهم والأصعب والأقوى يعني إنجلترا رغم أن عندها سكواد محترم جدا وهولندا رغم أن طول عمر مدرسة الكرة الهولندية ونجوم هولندا على مدار التاريخ نجوم كبيرة جدا لكن يمكن في البطولات الكبيرة باستثناء بطولة أمم أوروبا اللي حققوها سنة 88 وكسل عالم اللي حققوها بلكده أعتقد مش متذكر سنة كام هولندا لكن أعتقد أنهم حققوا كسل عالم مع كرايف بس مش متذكر سنة كام لكن في البطولات الكبيرة دايما ومع أنه قدمت أجيال كتير جدا عظيمة لكن ما عندها شخصية البطل إنجلترا عندها النهاردة كتيبة محترمة جدا جدا من الأسماء والنجوم لكن على مستوى الإدارة الفنية تحفظات كبيرة جدا وانتقادات كبيرة رغم وصوله للدور قبل النهائي لساوث جيت ديلافوانتي في مواجد ديديشون الخبرة أعتقد ديديشون مدرب متمرس وبالمناسبة ديشون لو حصل على لقب بطولة اليورو مع فرنسا السنة هيبقى الرجل الوحيد في تاريخ كورت القدم اللي حصل على كسل عالم كلاعب كسل عالم كمدرب اليورو كلاعب واليورو كمدرب هيكون إنجاز سريخي جدا لديديديشون لكن هل يستطيع أنه يتخطى إسبانيا؟ أشك يعني صحيح فرنسا مدججة بالنجوم منتخب قوي جدا ديديديشون واحد من موديل الفنين التقال اللي بيعرف كواس جدا زي يتعامل مع البطولات والألقاب لكن منتخب إسبانيا تحت قيادة ديلافوانتي خصف صعب جدا جدا وعنيت جدا وهو من وجهة نظري المرشح الأول لللقب والبطولة ده اللي هنشوفه ونحاول نقرأ مع حضراتكم في تفاصيل مواجهة النهاردة بين إسبانيا وفرنسا مباراة لها تتلعب الساعة 10 بالليل إن شاء الله بتوقيتنا هنا في القاهرة أتمنى أنكم تستمتعوا بيها وعن الأهليو بيرميدز وعن منتخبنا الأوليمبي وعن اليورو هيكون كلامنا في سدسة مع ضيوفنا لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر